بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتفبوا وللنساء نصيب مما اكتفبوا واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مبالية مما ترك البالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قضامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من انفالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله والتي تخافون نشوزهن فعزوهن بهجروهن في المزاجع فضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان علييا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبفلقربا واليتاما والمساكين والجار في القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أنبالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا ففاء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر فأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرا وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يبدوا الذين كفروا وعصبوا الرسول لو تصفى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم فكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تقتصلوا وإن كنتم مرغاء على صبر أو جاء أحد منكم من الغائت أو لا مستموا النفاء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامصحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكذاب يشترون الظلالة ويريدون أن تولوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عما بازعيه ويقولون سمعنا وعصينا وعصينا واسمع غير مصمع وراعنا ليا بألفنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانزرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد اخترى اسما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزك من يشاء ولا يظلمون فتيل انظر كيف يخترون على الله الكذب وكفى به اسما مبين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكذاب والحكمة فآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهنم صعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نازجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا زليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيبكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله باليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأذيلا صدق الله العظيم